ام عمر ماتت لمدة 3 ساعات وتغسلت وفي اللحظة اللي كلمه اهلها علشان يجو يستلم الجثة هي كانت في العالم الموازي تعالوا نشوف 2015 بتبدأ حكاية ام عمر اللي هيسمى حكاية ام عمر هيتوقع حاجتين انها قصة من قصص العائدون من الموت والقصص دي يعني هنتناولها كتير ونتكلم عنها كتير او انها قصة لها علاقة بالعالم الموازي او العالم الاخر اللي ممكن انسان ينتقل اليه ويشوف حاجات معانا ويرجع تاني للزمن اللي هو الحقيقي بتاعه ويبدأ يقول للناس الحكايات او الاحداث اللي شافها وطبعا مش كل الناس بتسده نرجع تاني لحكاية ام عمر ام عمر ست مصرية اصيلة شبح كل ستاتنا المصريات الجمال اللي هو تحس انها امي وامك وجدتي وجدتك وكده وقريبة جدا من ربنا وكان سلوكها بيشهد بيه كل الناس انها حاجة فوق الاحترام وفوق الخيال 2015 ابنها كان تعبان شوية والظروف الصحية يعني مش مستقرة فهي عارفة تتصرف وتسافر بيه لبرة يعني تعالجه يعني في مكان مجهز اكتر لحالته الصحية وهي مسافرة وما فيهاش اي حاجة صحتك كويسة جدا ويعني بتعاني من امراض العمر اللي انها عندها 50 سنة فبتعاني من اعراض العمر ده الطبيعي اللي هو وارد تحصل لأي حد في العمر ده الموم دخلت ابنها المستشفى واستقر وانزلت الشارع ومعها مترجم لانها في حد دول اجنبية يعني فبتتكلم بلغة تانية ومعها مترجم فهي ماشي في الشارع واعت وغم عليها تماما اول ما جم الناس تلمت وتخطط ونقلوها على المستشفى فكل الحاجات بتقول انها ماتي خلاص القلب متوقف كل الوظايا في الحياة متوقفة هي مش موجودة هي ميت انا هكمل حكاية الوظ بتاع الموت وهارجع تاني بقى اكمل لكم ايه اللي حصل ساعتها على لسان امر عمر يخليك تفهم انها كانت في حياة موازية الموم ماتت فعلا وخلاص وما عافيش اي حاجة فالص عرفوا ان هي مسلمة فاتغسلت وها بتتغسل بدأت امر عمر بقى تحكي حكايتها انه هي بتتغسل كانت حاسة بكل حاجة عادي يعني هي كانت حاسة انه في ناس بتلمسها ومش فاهم الناس دي بتعمل كده ليه وهي يقول اللي كان في دماغها ساعتها انها نفسها تقابل ربنا وهي مرضي عنها يعني وانها ما يبقاش عندها مشاكل والكلام ده كل وكانت بتتكلم ان الزعل الحقيقي اللي كان جواها ساعتها له علاقة بانها بتبارق اهلها وحبابها واولادها ولحد هنا وخلاص وفعلا خلاص هي يعني ماتت وتغسلت وبلغوا اهلها انها ماتت نرجع بقى لطريقة كلام ام عمر عن اللي حصل بالظبط ساعتها ام عمر بدأت تقول ان مجرد ما هي اهم عليها ووقع عليها والعرفت فيما بعد انه بسبب ارتفاع السكر وارتفاع ضغط الدم عليها مرة واحدة وبدون سبب فبدأت تحس ان هي طايرة فوق السحاب يعني هي فوق السحاب بالظبط وطايرة وعادي يخش ايها خالص وشايفة كل حاجة بتحصل والناس اللي من مين حواليها لكن هي في حتة تانية خالص ومش فاهمة الناس دي بتعمل كده ليه وبدأت تشوف اطفال صغيرة بيلفوا حواليها واللي هي وصفته فيما بعد ان هما دول الملايكة او حست ان هما دول الملايكة وبدأت تطير في الجو في السماء وبدأت تشوف الحياة بتاعتها كاملة من وهي الطفلة صغيرة الى ان وصلت للخمسين سنة وكأن شريف حياتها كل مر قدام عينها وبعدين بدأت تزور اولادها واحد واحد في الاماكن اللي كانوا فيها لابسين ايه وبيعملوا ايه وبيشربوا ايه وانها كانت خايف عليهم جدا وعلى زعلهم يعني وشافتهم فعلا لابسين ايه كل حاجة شافت كل حاجة يعني وصفت شكل حياة اللي كانوا بيعملوها بالزبط ساعتها المهمة في استكمال وصف الستة المعمل انها بدأت تحس بما فيش جاذبية بقى خالص وانه هي بتطير في الجو في عالم بدأ يبقى معتم شوية يعني كأنها طلعت دي فضاء شوية او حاجة معتمة شوية وبدأت تدخل في نفق وطايرة في النفق بتتشقلب في النفق جامد كدا وشايفة في اخر النفق ده نور في اللحزة اللي هي بتلفه فوق دي كمان شافت احداثه شافت حكايات كتير جدا في اللحزة اللي امو عمر كانت في العالم الموازن كان في نفس التوقيت في العالم الوقعي جثة امو عمر بتتجهز خلاص بعد التغسيل عشان تدخل التلاجة عشان يحتفظوا بيها كان في دكتور معدي فبيسأل في ايه قالوا له خلاص هي كل وظافة توفت و هي خلاص ميتة يعني فطبعا بإلهام من ربنا قال يكشف تاني حاسس انها مش ميتة للشكل العام مش كده موم بدأ يكشف تاني اللهم نقولها فورا على العناية المركزة اتنقلت على العناية المركزة وبدأوا يركبولها بسرعة لأجهزة وقدوها أدوية وقدوها حاجات ففجأوا بعد ثلاث ساعات انها بدأ القلب يشتغل وبدأ المخ يشتغل هنا احنا في العالم الوقعي العالم بقى الموازي حصل فيه ايه امو عمر ساعتها بتحكي ان في لحظة ما هي تحطت جوة العناية المركزة هي كانت شايفة نفسها وكانت حاسة بإيد مسكأ ديها بتطمنها بتقولها ما تخفيش ما تلاقيش كده وكانت حاسة بإيد تانية بتمسح دموعها لانها كانت بتعير وعلى حسب وصف امو عمر انها كانت مرتاحة جدا بس هي حست انها عاشت في عالم رير العالم هي شايفة عالم تاني بدأت ان عمر تعود للحياة الطبعية تدريجيا طبعا بعد رحلة علاج استمرت 8 ايام جوة العناية المركزة اوما رجعت فائد تاني فبدأوا يتطمنوا عليها انتي حسيتي بايه انتي جزا هي بدأت تسأل ايه اللي حصل انا فين انا جزا حاكلها اللي حصل قالت لهم مستحيل انا كنت عايشة انا كنت بتحرك انا ازاي كنت بتعملي كده ازاي فابني من ابنائها وصل وبعد ما وصل تطمن عليها انها عايشة فقالت له انا شفت كل حاجة فبيقولها شفتي ايه يعني فحكت له البيوت والتصرفات اللي كانوا بيعملوها وكل الحكاية واللبس فلما تسألوا اكتشفوا ان كل ده فعلا كان بيحصل في الوقت ده صح يعني ده حصل ولما حكت للبكاترة وللممرضين احداث حصلت يعني واقعة حصلت حدث حصل هي فعلا حصلت على ارض الواقع فكان الغريب ان دي جزة ميتة خلاص ميت وبدأ نشك انها احتمال تكون تدب فيها الحياة تاني فدخلناها لعملية المركزة ولكن هي على ارض الواقع هي جزة موجودة على السرير وبناء على وصف امه عمر اللي شافته بيأكد انها تنقلت لعالم موازي شافت فيه حاجات كتير وحكتها والناس لقوها حقيقية وحصلت في نهاية قصة امه عمر انا رأيي الشخصي ان امه عمر انتقرت لحياة موازية لانها شافت حكايات وشافت افراد وشافت احداث حقيقية فعشان كده مقدرش اوصف حكاية امه عمر ببنها العائدون من الموت اكتر من انها لازم تتوصف لمنين الحياة الموازية في اخر الفيديو انا عندي شوية قصص حقيقية كتير جاتلي على الواتساب نخلى الرقم اللي قدامكم دلوقتي ناس كتير بتبعتلي عليه من الصفحة وانا برط عليه بنفسي واكتشفت ان فيه قصص كتير جدا لناس مؤمنين بالحياة الموازية وعندهم تجارب مع الحياة الموازية وانا استأزمتهم ان انا هلخص حكاياتهم في فيديو واحد نزيعه رايد جدا السلام عليكم